باشر منتخب الشباب بكرة اليد تدريباته في قاعة المركز التخصصي للموهبة الرياضية تحضيرا للبطولة العربية المزمع قامتها في تونس الشهر المقبل قال رئيس التحاد اللعبة سلام عواد ان منتخب الشباب بدأ تحضيراته وفق المنهاج الفنية الذي وضعه الملاك التدريبي ويعتمد الان بشكل اساس على اجراء اختبارات لعدد من اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم واضاف عواد ان البطولة العربية فرصة جيدة للملاك التدريبي لاخذ متسع من الوقت في التحضير بشكل جيد للبطولة الاسيوية